يا أخوان السلام عليكم مرحبا بكم في الجزء الجديد من البرجيه الذي هو الارب الإمجز في الجزء السابق الذي نعرف في الفورم هذا ما قلناه بردفوه يمكنك أن تكون في رائع لكن في سيلكتنا بإطلاق أخذت أفشة هنا لديك شرعه ونسبة لهذا لا يمكنه وإنما نقوم بإمكانه أخذت أفشة لديك شرعه وهو الـPrice فهنا سنعمل في جواسكريبت لنضع شيء فعنا سبق وضعنا سبق سبق وضعنا سبق سبق وضعنا سبق سبق وضع جواسكريبت الخاصة بنا وهو سنضع هذا هذا فبالنسبة لنضع جواسكريبت سنضع فنق وضع وهو سبق وضع ثم نضع سنضع ونضع معه هنا سنقوم بإمكانه سنقوم بإمكانه سيكون في الوزر الوزر سنبيع فهنا سنضع ونضع 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 هنا نضع ونضع 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 رب الوزر ونضع 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 وعن هذا الشيء يبقى أفشي لأنه سنقوم بإضافة سنعمل بهذه الإد لكن قبل أن نعمل بهذه الإد سنقوم بإضافة الفنكشن سنسميها check سنسميها check if free لا أسميها الذي أريد فهذا check if free ويأخذها check if free فهذا check if free فهذا check box ما هو 1 أو 0 1 هي free 0 هي paid المهم سنقوم بتستقيم على the value كيف قلنا له وكيف تقوم بإضافة ما سنقوم بإضافة documents وget elements buy ID والإد هو الذي أعطينا هنا لهذا الشوء هذا document ID سنقوم بإضافة سنقوم بإضافة list يعني إلى list لتشغيل javascript ونقوم بإضافة ونقوم بتحديد ثم يشغيل سنقوم بإضافة millones من قبل الثاني من أن نقوم بإضافة هذا الشيء نقوم بإضافة فنقل OnChange Check If Free فنطيله فهنا معنى معنى لها واحد يعني فري وهنا المعنى هنا فري ثانية اي 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 حسنا حسبني ان ان اراني كبتة هذا الجزء هنا المعنى له لا يوجد فري اعطيناها 0 مرحبا فقط هناك واحد الاشكال هذا الاشكال هذا لا يوجد اشكال وانما هنا سنعطيها واحد هنا سنعطيها 0 هذا هو البيض لا يوجد شيء لأطلق لا نتبع لأطلق هنا سنعطل 0 هنا سنعطل هنا سنعطل سنعطل 0 سنعطل لأنها سنعطل نرى ما نحن هو الذي كان أو لا سنعطل 0 نرى سنعطل في الكنسول سنعطل نرى نرى لا إلهي نرى 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 ونرى نرى سوف أخبرها في السرس سوف أخبرها في السرس سوف نقوم بعمل هذا الشيء سوف نقوم بعمل جواسكريب سوف نضع فنكشن واحدة أخرى فنكشن هذه فنكشن اسمها الريد فهي ممكن أن ستعمل مباشرة عندما تحتاج فنكشن ولكن في حالة مايلا سوف تعمل فنكشن فنكشن تعمل اليماج اليماج هو هذا اليماج الذي سيأخذ الفيشي و اليماج هي أين سيأخذ الفيشي هذا هو المعنى سوف نقوم بعمل فنكشن يعني اليماج كان فيها الفيش والإيماج لأن الفيش ستكون الريد واليماج الذي سيكون ستكون في اليماج الذي هو 0 فنكشن فنكشن هذا الريد سنقوم بعمل نقوم بعمل فنكشن ثم نقوم بعمل هذا الريد فنكشن 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 هذا document.getElements by id الذي سيكون هو اليماج فكما قلت كما قلت كما قلت كما قلت كما قلت هذا وتزيد مثلا فنكشن 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 ونكشن هنا نقوم هنا نقوم set attributes set attributes وهذه set attributes وهذه سنكشن ونكشن ونكشن فنكشن سأعطيها الـ event الـ event هو الذي تكون فيه الـ image الـ image سأقوم بـ event-target.result هناك شيء ضروري أنك تفهم كل شيء المهم هو أنك تعرف أن هذا القوضة تكون في الـ image شيء ضروري أنك تفهم ما يفعله في الـ reader نقوم بـ read read as data url و أعطيها الـ input .files .files الذي هو الفائل الذي نحن نحن أخرى نحن نستقل كل ما نستقلل نحن نقوم بـ execute function كما قلت بإمكانك الكثير من الـ input كما قلت بإمكانك نحن نقوم بإمكانك الكثير من الـ طريقة الـ input الـ input الأولى الذي يعمل نحن نقوم بإمكانك نحن نقوم بإمكانك نقوم بإمكانك نقوم بإمكانك الـ read url وهناك وهذا ويعمر له .src 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 أو الثاني في الـ Input الثانية أو الثالثة هي ماشية وهي ماشية فأنا نستطيع ونرى ما يصبح نعطي قبل أن ندخل الـ Upload سنجعله الجزء الجزء لأنه لا يزال عادة نضيف الـ Function فأنا نسأل إيماج نسأل مثلا هذه الإيماج فهي تأخذها نسأل إيماج واحد أخرى نسأل مثلا هذه وهي ترم بلسط وهناك قلت على بيد وقلت على بيد وقلت على برئة أو يتدخل فهذا لم يكن في هذا الجزء فهذا لم يكن يوجد شيئا فأنا نشترك في الـ Upload ونرى في الجزء القديم سنكمل الـ Upload لأننا نقوم بعمل الـ Form ونضيف الـ Function ونستطيع الـ Upload وخطام أو لا فنرى في الجزء القديم